أستاذ أحمد عنوانك الجميل الخطير ده عنوان أستاذ أحمد خالد روضان كل عنوان بتأكد مش العنوان بتاعي عشان بيمسكوا فيها أنا بعد كده يقولك انت سألت وقلت له شايف إيه محمد شريف يتلقى ترشحات من بعض وكلاء اللعبين للانتقال إلى الزمالك طب ده يعني محمد شريف نادي الزمالك كلمه كتير وممكن عمر يقول يعني مش النادي اللي كلمه فيه طبعا تعرف فيه وكلة بتعرض الصفقة على نادي الزمالك محمد شريف هو في مصر هنا هو مع النادي الأهلي فيه ناس قعدت معه آه حصل يلا لحب دلوقتي خلاص اللعب مشي أي العيب موجود في الأهلي والزمالك عاوزه لما بيمشي أو العكس طبعا بيبقى الموضوع أسهل شوية أنه هو يرجع تاني يرجع لنادي الزمالك محمد شريف كان يعني عاوز أقولك أنه هو ماشي محمد شريف كان عاوز يكمل في النادي الأهلي كان عاوز شايف أنه هو بينهي كل سيزون مع النادي الأهلي دايما بيبقى نجم في خط هجوم النادي الأهلي في الزل طبعا صعوبة تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم جديد خلال السنوات اللي فاتي محمد شريف شايف أنه هو لو ما وفقش في تجربته في الخليج بالمناسبة فيه هجوم كبير جدا على إدارة نادي الخليج السعودي هناك أن اللاعب الأجانب عاوزين لعيبة أفضل من دي محمد شريف لو رجع مرة تانية اختياره الأول طبعا هيكون النادي الأهلي طيب النادي الأهلي لو ما فكرش في محمد شريف بنسبة كبيرة محمد شريف ما عندوش مشكلة أنه هو يلبس تشيرت نادي الزمالك السنة اللي جاية لو مشي من الخليج توقعاتك أنت إيه؟ أنا توقعاتي أنا بقول معلومة مش عارف بس اللي أنا عرفه يعني النادي الأهلي مش مع صعب التعاقد مع الخليج السعودي اللي أنا عرفته يعني من وكيله إن هو حطت بند في العقد بتاعه اللي هو الأولوية للنادي الأهلي لو رجع بس البند ده أصلا هل البند ده يعني قانوني أصلا يعني هل بند إن انت تحط البند الفيفا بتاع تارف بالبند؟ أحكي لك أنا فقا بس دي دي نقطة مبهما عشان بس الجنازين ما بتعرفش دي لأ لأ أنا سألت أنا في القصة دي مش عشان محمد شيف بس آي لعيب بيخرج من النادي الأهلي بقى في عقود سلسية غير العقود السلسية اللي بتتمدي عقود بدون تاريخ تفاعل في حالة إنهاء التعاكم دي حاجة حاجة التانية والنادي الأهلي بدأ يعملها إنه ياخد خمسين في المائة من قيمة الفلوس اللي النادي عايز بيع بيها اللاعب يعني مثلا النادي عايز بيع اللاعب ده وبتعاتين مليون جنيه اللاعب ليلي حق إنه يدفع خمسين مليون بس بقى الأندية تدفع ثلاثين فالأهلي يخش بخمسطاشر يشتري على طول ورخص من الأندية وده بيتعامل في لعبين كتير في أوروبا يعني الأوروبا بقى يتطبق البند ده كتير في أوروبا فيها لعاب قانونية في النص لكن البند يتحط في العقد الفيفا طبعا يرفضه اللي هو لازم ترجع للنادي اللي أصل العقد السياسي وردو يعني عبدالله السعيد الأهلي كان عامل كده معي عبدالله السعيد رجع فيه رجع بعدها على طول لأن الأهلي فسخ عشان لو سعيتها في العقد ما كانش مكتوب إنه في حالة الفسخ هو كان مكتوب في العقد في حالة بيعه من النادي اللي كان فيه لأي نادي آخر ما ينفعش لازم يتبع للأهلي لكن لو ما ينفعش هوا تفسخ العقد ما هو ممكن محمد شريف يا سلم أو أي لعب يا سلم لا معاكد الأهلي بقى مزبط الأهلي لو مش عاوز محمد شريف ممكن يتيبه للزمال زمان أنت قلت الفكرة هتبع عند النادي الأهلي ولا أهلي هيبع عايزه ولا لا ومحمد شريف رغبته الأولى النادي الأهلي مفهول النادي الأهلي مش عاوز يرجعه تاني هيروح للزمال عظيم جدا